ازايكم هللخص النهاردة فيلم The Banded Hound اللي بيتكلم عن كلب زكي بيسرق اي مجوهرات او فلوس قدامه لدرجة انه بيسرق فلوس كتير او من البنوك قبل بس ما نبدأ عاوزين نوصل الفيلم دوت لخمس تلاف لايك كمن اللي مش مشترك في القناة ياريت ياخد لفة فيها ويشترك بيبدأ بقى فيلمنا باتنين حرامية اسمهم Mani و Willy وبنشوفهم وهمة في العربية بتاعتهم فبيحطوا قنبلة في شنطة الكلب بتاعهم اللي اسمه Bandit وبعدها بيخرجهم العربية وبيكونوا مدربينه على السرقة فبيدخل Bandit لبنك وبيروح يقف قدام المديرة ساعتها بتلاقي المديرة رسالة مكتوب فيها ان الكلب Bandit معا قنبلة ولو ما حطتش مليون دولار جوا الشنطة هتنفجر في خلال دي او نص فبتتصدم مديرة البنك وبتشوف القنبلة فعلا فبتضطر انها تحط المليون ونص دولار في الشنطة فبيجري الكلب Bandit وبيروح يركب عربية الحرامية وبيطلع اصلا انهم ما كانش حطين قنبلة ولا حاجة وان ده مجرد فخ عشان يخوفوا مديرة البنكة مش اكتر فبيروحوا للمغبة بتاعهم وبيقسموا الفلوس ساعتها بيتكلم مانيه مع صاحب ويلي وبيقولوا ان الكلب Bandit ذاكي جدا لانه بيسرق اي فلوس او دهب ومن غيرهم ما كانش هيعرفوا ينفزوا اي مهمة سرقة بس ويلي بيعترض على كلامه بيقولوا ان Bandit ده كلب عادي جدا ولا مميز ولا حاجة وانهم يقدروا يدربوا اي كلب على السرقة اثناء كلامهم بقى بتعدى عربية شرطة من جنب المغبة فبيشوف الزابط عربية الحرامية اللي بلغت عنها مديرة البنك فبيدخل على الحرامية وبيهددهم بالسلاح لكنهم بيحدفوا عليه طرابيزة بسرعة وبيهربوا فبيحاول الزابط يمسك الكلب Bandit وبيحطه في قفص وبيكرر انها يودي الملجأ الكلام بنروح بقى بعدها لولد اسمه اوين وهو راكب العجلة بتاعته فبييجي مجموعة اولاده بيوقعوا من عليها وبيفضلوا يضايقوه ساعتها بتشوفه جارة ليلة وبتقرر انها هتساعده فبتخلي الكلب بتاعها يجري ورا الولاد دول ساعتها بشكرها اوين جدا وبيقول لها انه بيحب الكلاب قوي وما بيرجع للبيت بيتكلم مع والدته وبيطلب منها تشتري له كلب عشان يحميه من الاولاد اللي دايما بيضايقوه بس والدته بترفض الكلام في البداية لان عندها مشاكل مادية من ساعة مجوزها توفى وما بتحبش الكلاب اصلا لكنها في النهاية بتضطر توافق عشان ما تزعلوش في الوقت ده بيكون الحرامي منيح قاعد متضايق جدا فبييجي صاحب ولي وبيوريله كلب سرقة وبيقوله انه ممكن يضربوا الكلب ده على السرقة زي باندت بالزبط وقبل ما يكمل كلامه بيجي الاولاد اللي سرق منهم الكلب وبيهدد انه ما يتصل بالشرطة لو مدى لهمش الكلب بتاعهم فبيتطر منيح يديهم الكلب وبيمشوا وبيطلب من ويلي انه ما يسرقش اي حاجة من حد عشان الشرطة دلوقتي بتدور عليهم بعد بقى ما بيخلص كلامه بيدور على النت على ملاجئ الكلاب وبيعرف ان باندت موجود في ملاجئ واحد اسمه تريفر المهم في تاني يوم بتروح والدة اوين لملاجئ تريفر هي واختجزها وهناك بيشوف اوين الكلب باندت وبيعجبه جدا فبيجي صاحب الملاجئ عشان يتكلم معاه وبيقوله ان الكلب ده نوعه الشبر دسترالي وده من اثقى فصائل الكلاب على الاطلاق فبتتكلم معاه والدة اوين وبتلاحز ان ابنها اعجب جدا من كلب باندت وبتكرر تشتريه ولما بيمشوا بقى بيجي الحرامي ماني عشان يتكلم مع تريفر وبعدها بيسأله عن باندت فبيقوله ان والدة اوين اشتريته وبيسيبه وبيمشي فبيبص ماني في فواتير شرع الكلب وبيعرف عنوان اوين عشان يسرق منه الكلب باندت وما بيرجع اوين للبيت بيشوف عامتها بتتكلم مع والدته وبتحاول تديها شيك بعشر تلاف دولار عشان عارفة يعني ان حالتهم المادية سيئة بس والدته بترفض تاخد الشيك بحجة انها لقت شغل وان شاء الله مشاكلها تتحل فبيتداق اوين جدا وبيقوله ان الفلوس هي مشكلتهم الوحيدة ساعتها بقى بيركز باندت على كلمة الفلوس لان صحابه الحرامية مضربين على سرقة الفلوس بمجرد ما يسمع الكلمة ديت وبعد شوية بيحاول اوين يلعب معاه بس باندت بيرفض وبيكون متضايق عشان مفتخد صحابه الحرامية بالليل بقى بيوصلوا الحرامية لبيت اوين عشان يسرقوا باندت بس باندت بيهرب من البيت عشان يدور عليهم ساعتها بيدخل ماني من فتحة الكلب اللي موجودة في الباب وبيدخل يدور على باندت في البيت لكنه ما بيلاقيهوش فبيخرج بسرعة قبل ما حد يشوفه وفي نفس الوقت بيروح الكلب باندت لمطعم فيه ناس كتير اغنية وبيسرق فلوس من شنط البنات اللي هناك وبعدها بيرجع لبيت اوين مرة تانية وفي الصبح بقى بياخد اوين لعيادة الطبيب البطري فبيطمنوا الدكتور ان باندت كويس وبينصحوا ان يحميه عشان جسمه متوسخ وممكن يتصاب عدوة فبيشكروا اوين وبعدها بيسيبوا بيمشي ساعتها بقى بتيجي المساعدة بتاعت الدكتور وبتطلب منه الفيزا بتاعته عشان تشتري شوية حاجات للعيادة فبيتفاجئ الدكتور ان ما حفظته ضعت وبيشوك ان الكلب باندت هو اللي سرقها وما بيرجع اوين للبيت بيقعد يلعب في الجنينة فبتيجي جارة ليلة تتعرف عليه وبيتكلمه مع بعض وبعد شوية بيخرج هو الكلب باندت عشان يشتري شوية حاجات فبيجي الاولاد اللي بيتاريع عليك العيادة وبيهددون انهم يضربوه لو شافوه في الشارع مرة تانية وقتها باندت بيسرق فلوس من شنطة واحد منهم وقبل ما اوين يمشي بيحدفهم بالطماطم في وشهم وبيطلع يجري في الوقت دوت بتكون والدته قادة مع اخت جزهة وبتعرفها ان اعترضت من شغلها ومش عارفة هتصرف على اوين ازاي وما بيرجع اوين للبيت بيلاحظ انها بتغيط فبيخمن ان عندها مشكلة مادية فبيدخل قطوة متضايق جدا عشان مش عارف ازاي ممكن يساعد والدته وفجأة وقتها بيلاعين فيه فلوس في جيبه وبيطلع عند باندت حطله الفلوس اللي سرقها من الولد بعد شوية بقى بتيجي والدة الولد دوت وبتتكلم مع والدة اوين وبتقول لها ابنك ضرب ابن بالطماطم وسرق فلوسه فبيفهم اوين ان الكلب باندت هو لسرق الفلوس وساعتها طبعا بتزهق الولدته على اللي حصل وبتهدده انها ترجع الكلب الملجأ لو عمل اي مشكلة مرة تانية في الوقت دوت بيوصل حرمية للبيت وبيفضل يرقبوه من بعيد عشان يخططوه لسرق باندت تاني يوم بيروح اوين للحديقة عشان يدرب باندت ويخليه يسمع كلامه فبتيجي ليلة تتكلم معاها وبتعرض عليه يخرج ويتفسحه مع بعض وبيباني انهم مبسوطين جدا وبقوا صحاب وبعد شوية بيرجع اوين للجنينة وبيحاول يدرب باندت عشان ما يسرقش اي فلوس تاني وفجأة وقتها بيشوف باندت عربية نقل الفلوس بتاعت البنك فبيفضل يجري وراها لحد ما بيوصل البنك وبيقف قدام الحراس لكنهم بيتجهلوه وبيدخولوا ياخدوا شنط الفلوس ساعتها بيستخب باندت تحت العربية عشان ما حدش فيهم يشوفه واول ما بيلاقيهم مشغولين في نقل الفلوس بياخد شنطة من غير ما حد فيهم ياخد باله وبيطلع يجري فبيشوفوا واحد من الحراس اسمه البرت وما بيضحص الشنطة اللي معاه بس ما بيعد شنط الفلوس بيتفاجئ ان فيه شنطة نقصة فبيروح الكلب باندت عشان يخب الفلوس قدام شجرة جنب بيت اوين فبيلاحظ ان اوين عمال يدور عليه ويروحله وبعدها بياخده لمكان الفلوس وبيقرر ياخدها عشان يديها الولدته ويحل مشكلتها المادية ولما بيمشي بتنادي عليه عامته وبتديله ظرفه وبتطلب منه انه يسلمه الولدته فبيوافي اوين وبيدخل يفتح الظرف وبيلاقي فيه شيك بألف دولار كمساعدة من عمته بس اوين بيقطع الشيك لان معه فلوس كتير قوي هيدديها الولدته وقتها بيكون فيه محقق اسمه ديكر بيحقق مع الحراس بخصوص شنطة الفلوس اللي اتسرقت فبيقوله الحرس البرت ان ما كانش فيه اي حد في الشارع غير كلب من فصيلة شيبرد استرالي وشاكي كده ان الكلب دوت هو اللي سرق الفلوس فبيتصدم المحقق ديكرد وبيقوله انا عارف الكلب دوت لانه اتقبض عليه قبل كده بسبب تهمة سرقة البنك وبعدها بيتصل بالشرطة عشان يدوروا عليه بالليل بقى بيكلم اوين مع والدته وبيديها الظرف بتاعمته وبيكون حاطت فيه خمس تلاف دولار وبيفاهمها ان عمته هي اللي بعتلها الفلوس دي فبتقوله والدته انها مش عاوزة مساعدة من اي حد وانها تتاصل عليها عشان ترجع لها فلوسها مرة تانية فبيخاف اوين وقتها اللحسة يتكشف وبيحاول يقناعها انها تاخد الفلوس دي عشان تسدد الديون اللي عليها وفعلا والدته بتقتنع وبيدخل اوين بعدها الحمام عشان ينظف الكلب باندت وبيقوله انهم لازم يرجعوا بباقي الفلوس بتاعت البنك عشان الشرطة لو عرفوا ان باندت هو اللي سرق الفلوس ديت اكيد هيقبض عليه وهيودول ملجأ الكلاب تاني يوم بقى بييجي تريفر صاحب ملجأ الكلاب وبيعب مع والدة اوين عشان عزمته وعاوزة تتعرف عليه وبالصدفة وقتها بيشوفوا خبر عن كلب سرق شنطة فلوس من البنك فبيتصدم اوين وبيقفل التلفزيون بسرعة بعدها بقى بيروح لبيت صاحبته ليلى وبيعرض عليها انهم يخرجوا مع بعض ويتفسحوا شوية وقتها بقى بيشوفوا الحرامية خبر سرقة الفلوس وبيعرفوا ان الكلب باندت اكيد هو اللي عمل كده فبيقرروا يسرقوا من اوين في اسرع وقت ممكن عشان ياخدوا منه الفلوس اللي سرقها من البنك وقتها بقى بيروح اوين وليلى لمحل حلويات وهناك بيكرر اوين ان يصرف من فلوس البنك وبيعزم ليلى وكل الاولاد اللي في المحل عشان يعني يحبوه ويتعرفوا عليه وفعلا كل البنات بتعجب به وبتحاول واحدة منهم تتكلم معاه وتتعرف عليه فبيفرح اوين جدا باللي حصل وبياخد كل الاولاد لمحل ألعاب وبيكرر يتفعلوهم تمن كل الحاجات اللي يشتروها فبتستغرب ليلى من اللي بيعمله لان حالته المادية سيئة وبتسأله هو الفلوس دي بتاعتك ولا لأ فبيكذب عليها وبيقول لها انا عيلتي غنية جدا وبيبان ساعتها انه قرر يصرف الفلوس ومش هيرجعها للبنك وفجأة بيجي الحرامي ماني وبيتكلم معها وبيهدده انه يبلغ الشرطة عنه لو مدلوش الكلب باندد والفلوس اللي سرقها بس اوين بيتجهل كلامه وبيسيبه وبيمشي في نفس الوقت بقى بيكون حارس ألبرت مع امراته في محل ملابس فبيشوف واحدة عمانة بتلعب مع الكلب باندد فبيقول لها الكلب ده حرامي على فكرة فبتتفاجئ الست ديت ان السلسلة بتاعتها تسرقت وبيعرفوا ان باندد هو اللي عمل كده فبيطلع يجري وبيفضله يطردوه لحد ما بيرجع البيت وقتا ما بيكون والدة اوين وقفة مع تريفر صاحب الملجأ ساعتها بقى بيوصل الحرامية للبيت وبيفضله يصفروا الباندد عشان يخرج ويروح لهم وفعلا بيخرج وبتيجي الناس تمسكوا وبيسلموا للشرطة فبيروح اوين ووالدته على مركز الشرطة وبيتكلموا مع المأمور عشان يرجع لهم الكلب باندد بس المأمور بيقول لهم ان باندد سرق بنوب كتير قوي وللأسف دلوقتي لازم يودي ملجأ الكلاب وبيسألهم لو معهم الفلوس اللي باندد سرقها من حراس البنك وفعلا اوين بيسلموا الشنطة اللي فيها الفلوس بس الشنطة بيكون نقصة 10,000 دولار بسبب انه صرفها بعدها بقى بيودع باندد وهو منهار وبيجي الظابط ياخده عشان يوديه ملجأ الكلاب فبيرجع اوين للبيت وهو حزين جدا ساعتها بيجي تريفر وبيتكلم معاه وبيحاول يهون عليه شوية وبيعرض عليه انه يجي ملجأ الكلاب بتاعه ويتبنى كلب تاني ولكن اوين بيرفض بالليل بقى بيروح للملجأ الكلاب وبياخد باندد من غير محد من الحراس يشوفه وفجأة بيجي الحرامية وبياخدوا باندد وبياخدوه وكمان عشان فاكرين ان فلوس البانك لسه معاه بس اول ما بيروحوا الملجأ بتاعهم بيتفاجئوا انه رجع الفلوس للشرطة فبيتفقوا ان مانيه ياخد الكلب باندد ويروح ينفذ عملية سرقة واما يرجع المغبأ يتصل بوالد اوين وبعدها يطلبوا منها فدية كبيرة جدا مقابل انهم يرجعوا لها ابنها وفعلا بيروح مانيه البانك وبيعمل نفسه اعمى وبيدخل وفجأة بيسرق مسدس من حرس الامن وبيهدد بيه المدير وبيأمره ان يفتح الخزنة ويحط كل الفلوس اللي فيها في الشنطة وبعدها يديها للكلب باندد فبيضطر المدير انه ينفذ اوامره وبياخد باندد للخزنة وبيحطوله الفلوس في الشنطة ساعتها بقى بيخرج منه وراه بيمشي في الوقت دوب بيسرق اوين المسدس من الحرامي ويلي وبيهدده بيه بس ويلي بياخده منه وبيكرر يخلص عليه فبييجي باندد في الوقت المناسب وبيجم عليه عشان يدافع عن اوين فبيضربه ويلي بالمسدس وبيكون باندد على وشك انه يموت ساعتها بقى بيسمع الحرامية الصوت عربية الشرطة فبياخده شنطة الفلوس وبيهربه بسرعة فبيجي تنين زباط وبياخده اوين والكلب وفي نفس الوقت بقى بيكون الحرامية موجودين في عربيتهم وبيتفاجئوا ان الكلب باندد خداعهم وما خدش شنطة الفلوس وبتكون الشنطة مليانة ورق وفيها جهاز تعاقب وفجأة بيلاعوا ربيات الشرطة وراهم وبيطردوهم وقتها بقى بيكون اوين موجود في العيادة وبييجي الدكتور ببيطاري وبيطمنه على باندد وبيقوله انه كويس وبعد فترة بيعمل عمدة المدينة مؤتمر بيكرم في اوين والكلب بتاعه لانه مساعد الشرطة في الابضع الحرامية وبيدي الاوين شيك بعشر تلاف دولار كمكافأة لي فبيشكروا اوين وبيقولوا ان هيبرع بالفلوس ديت لمالجأ كلاب عشان يوفروا لهم يعني حياة كويسة وبيخلص الفيلم لو حاجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة